اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتكلم اليوم على منحة البطالة على حسب التصريحات على الرئيس وايضا بعض الأخبار في الصحافة الوطنية نفهم باللي الحكومة رأي عندها نية للرفع من قيمة المنحة لا تبقى 13 ميه من جهة اخرى راح يبدلوا شريحة على المستفيدين ما زال ما راناش عارفين كيفاش اشتركوا في السن ولا شورو تعال الاستفادة كل واحد كيفاش في الفيديو هذا اليوم يا خاطئ نبين لكم واش هي ولا نطع اقتراحات واش هي النقائص اللي راح في هذه منحة البطالة ويعني باش كل واحد نطلو حقه هذه منحة البطالة كانت من اسجع القرارات يعني اللي اتخذها الرئيس بدون مزايدة ولا لو كانوا نروحوا نشوفوا كل الدول الفقيرة المتوسطة ما عندهاش هذه المنحة البطالة الا في بعض البلدان المتطورة العيب انتحه الوحيد والذي راه هو نقص من الفعالي انتحه انه ما راهوش رايح للناس اللي محتاجينها هقيقا مشي كامل ولكن كان بزاف ناس محتاجينها ما قاستهمش وكان بعض الاشخاص مرامش محتاجينها يعني ورام يدو فيها وكما قلنا اليوم نعطو بعض الاقتراحات كان زوج عيوب عند هذه المنحة الحاجة الأولى من حيث القيمة انتحه يعني تاباش الدير كل المستفيدين من اللي في عمره 19 حتى 40 سنة يدو 1300 مهما تكون الوضعية الاجتماعية انتاعه وهذا غير معقول لازم تفرق بين واحد متزوج واحد صغير واحد كبير واحد عنده شهادات وواحد ما عنده شهادات من الغير المعقول وعليها من الاقتراحات انتاعي وهي اللي عملوا بها الدول المتطورة انا ندو ربع عرام قال انت اذا كان في عمرك مثلا 19 سنة حتى 40 سنة ما ركش متزوج نعطيك 600 الف برك باش نشجعك نزيد تخدم مقدار غير نخليك باش تصرف قالت تزوج مثلا نزيده لك 300 الف تولي تدي 900 الف يزيد عندك الطفل نزيد نعطيك عليها 300 الف تولي لك 1200 يزيد عندك طفل واحد اخر ونزيد لك 300 الف كل طفل نعطيك عليها 300 الف قال في حدود ثلاث اطفال انا ما نجيب ليش ستة او لا تسعة نبقى نصرفها لها ولا في حدود زوج اطفال انا راح يبدأ يصرع تاوازن قال انا اللي عنده شهادة في التكوين شحر نعطي له مثلا واللي عنده شهادة في الجامعة شحر نعطي له واللي عنده دكتورة شحر نعطي له باش نبدأ ونشجعه في الشاب باش تكون عندهم شهادات انا الى بديت نساوي بين الاشخاص كاملين اللي متزوج اللي ماهوش اللي عنده شهادة اللي ما عندهوش يعني ما راكش تشجع الناس باش تافونسي على الاقل انا نشوفه الشاباب ما راهوش يتزوج انا لو كان نقول لك لي ما راهوش متزوج وما راهوش تطلع لك وذي تزوج وذي تطلع لك على الاقل نشجع الشاباب باش نشجع الشاباب باش يتزوج من جهة اخرى كان بزاف ما راهوش تكوين قال لك هذا العام ما كاش اللي سجل في الماستر وما كاش اللي سجل في التكوين الميهاني لماذا لانه يقول لك ان انا روح نسجل نقرة انا روح لي منحاته على الباطن انا نبقى هكذا نخلص راكد ونخلص انا روح ندر بللي كل ما تطلع عن مستوى انتاعك تزيد المنحة انتاعك انا على الاقل ما عليش قال انا ما عندي شهادة راح نخلص مثلا ستمائة الف اذا ولت عندي شهادة راح يزيدوا لي مئتين الف ولا تلتمائة الف انا روح نجيب الشهادة التاعي وعليه هذه هي النقطة الاولى السلبية ما راحش انا نعطيك البعرام الشرط يطبقوها كما قلت لك انا ولكن الفكرة انه ما لازمش تساوي بين كامل الناس دير بارام معروف لدى الجامع والبارام هذي يكون مدروس بطريقة ذاكية باش تجعل الناس انه يتكونوا انه يتزوجوا بهذه الطريقة هذه هي الطريقة العلمية الله اهلا منظن الجامع اللي يسمحها راح تقنعوا هذه الفكرة العيب الثاني اللي رابع عند هذا المنحة ما راهيش تاخذ بعين الاحتبار العادالة العادالة هي اساس اللي يمشوا عليها يعني البلدان المتقدمة نعطيكم زوج امثلة وقلوا لي وراها العادالة نفترضه عندك زوج في عمرهم 35 سنة عندهم زوج ولاد زوج ولاد واحد يديها من حتى الباطلة واحد اخر ما يديهاش هذا كل ما يديهاش كيرو سيسجل اللي يقولولو في يومين الايام كي كان في عمرك 22 أو 25 راح تدرت عقد تعمل تح شهرين ولا تح شهر وحبست ليسونسية كنتم سوري هما الوضعية الاقتصادية انتحة ما بزوج محتاجين لماذا واحد تعطي له واحد ما تعطي له لو كان مثلا واحد قال رو عندك مدخول من جهة واحد اخرى قال له كان تخدمت عشر سنين 15 سنة معليش بمجرد ان نخدم عام شهرين ولا شهر توقف له لا لا مشي بهذه الطريقة يفكرون الاقتصاديين الاقتصاد ولا العادالة المنطقي يفكر انه زوج عندهم نفس الوضعية الاجتماعية بين زوج ناطي له محتوي يكون خدم تسمى انت يا حبي تتعاقب اللي كان يبحث على خدمة كيف انت واحد في عمره 35 سنة جامع تحصل على عقد تعامل في التزاير هذا هو الرائد هذا هو السيد اللي كان يجري مسكين في امور الخدمة وكان مسجل فيه لنا محتوى يطوله عقد اسديي هذا كله خدم مدة عام أو عام لماذا لا تعطي له وهذا يقودنا بثاف تساؤلات انا من المفروض ندير لجنة لجنة في كل بلدية ويكون فيها ناس مستوى عالي كين قوضات كين مشرطة كين ناس محلافين ويتحاسبوا كل واحد قبل ما يدير اللجنة اعفوا قبل ما يدير المنحة لازم يديروا عليه الانكات انا اذا كنت ما نش عارف احنا نعرف المارشين وارف الجزائر اذا كانت الوضعية المادية مرتاحة لا نعطيك منحة باطلة تخرج لك هذه اللجنة تجد عندك تونوبيل تحت 300 مليون لا نعطيك المنحة ونجد عندك فيلا لا نعطيك المنحة وتتوفر فيك شروط المنحة يجب أنك معوز لا نعطيك المنحة لا نعطيك المنحة في عمرك 22 سنة وأصلا أن هذه واحدة في عمره 19 سنة ما زال ما استوعبتها لماذا؟ خلي الناس تبحث على خدمة خلي الناس تدير تكوين ابدأها من الفندو من الفانطروة يعني نعطيكم بعض الحالات قولي اسكو هذا عدل ولا لا نفترض واحد عائلة جزائرية عندها ثلاثة شابة في الدار واحد في عمره 20 واحد 22 واحد 26 كامل يده 13-1300 تسمى العائلة هذه الليلة ونهارة تدخلها ولا تدخلها 4 ملايين جزائري في عمره 41 سنة عنده ثلث ذراري صغار في عمرهم عام وعامين وثلاثة سنين ما يدهاش أنا نعطي للشابة من المدل من المدل الحالة الاجتماعية صعبة وعلي هذه التعسين من عمره 39 يدي ومن بعد 40 يخرج منها لا لا وهذه الناس من المدل في قناة النهار والبيلات شيخ كبير في عمره 75 وتوفى أولاده وتوفى أولاده ومعندها حتى مدخول عيشها في كهش كهف حق ذايا والناس غير تصدق عليها هذك ما تحتاج من حتى باطلة وعلي هذه اختيار عمر ما عندها حتى معنا يجب يديروا لجنة لجنة تخرج للناس تدير تحقيقات على كل واحد هيا من المفروض نتفادوا هذو كامل التحقيقات لو كان جاتا عندنا الرقم هنا والمشاكل على الجزائر كامل كما يقولوا نلقاوها تعود للإحصائيات مع الناش والأرقم مع الناش والرقم مع الناش وصح على الأقل اشتهد عمرها أرميلة في عمرها خمسين سنة وما عندها حتى واحد يختمها لها رأنا نشوفه ورام يطلبه علش ما نطيل هاش منحة باطلة وشاب في عز الشابة في عمره خمسين وعشرين سنة نطيله وعليه باش منكثروش بززاف رأنا عارف بلي ذوكا يستحضروا لكم ألاف الأمثيلة أنا من المفروض ما نديرش معيار لي هو العمر ولا مثلا لا لا المعيار هو الوضعية الاجتماعية رأنا عارفين بلي رح يبدأ فيها ساد مادام تقول لما الوضعية الاجتماعية يقدروا في كل بلدية يقول لي كل واحد يعطي الخاوته وعمامه ومعما يكون العمر رتحه ومترح تلقى الناس قاعدين في الديار ويدوها ولكن هذي ينزم الراقابة والعدل العدالة ندير قانوني أخوه بللي لكل واحد يمس تعمين حتى الباطلة نضربه بمئة سنة إذا كان ما يحتاجهاش كل يدها يقول لي أي واحد يفكر لكي يعطي لوليدو ولا يتفكر هذي كمية سنة ينضف في الليل وعليه هذو هما أهم النقاط لسنة اللي نشوفهم كان مشكل ثالث منحة الباطلة ولكن مشكل في الأغتور يعني الناس الذين يحبون يديرون منحة الباطلة ويطلعون لها وما رانا شنقوله ما يطلعون لها بسح من غير المنطيقي باجن داية تقول لي المنحة الباطلة رأيت 13 بياء ورانا حبين نوصلوها في نفس الوقت أنا شخصيا نعرف ناس عندهم كونترا يخلصوا 900 ويخلصوا 1200 وكان يخلصوا 1500 ولكن هذا ليس يخلص وكي يدمجوه يطلع للزوج ملايين وللللللللللللللللللللللللل تتخذ من المنطقي من غير المنطقي لازم تتفكر في الخدام وإلا الناس تقول لي ما كيش عدالة هذا الخدام زوج ملايين ما رحش يديها صافية تدعم عنده النقل وقهوة وقرعة تعمى وكي يبعد عن يغدى عنده ما سريف في عام ٢٢٥ أو ٢٥٠ تستطيع أن تكون له زوج ملايين صافية أو ١٨٠٠ تسمى بلدها تشجع على الرقاة ونحن لم نقل نحو منحة الباطلة رجعها ١٠٠٠٠٠ لا لا الخلاص للناس يجب أن يطلع على الأقل منحة الباطلة لا تكون ٣٠٪ من الأجر من الأجر أصغر خدام إذا كنت تريد أن ترجع منحة الباطلة ١٨٠٠ الخدام يجب أن يطلع على الأقل منحة الباطلة منحة الباطلة كما يجب أن يقوم بها ٤٦ حيث يبدأ أحسن وضعين ما يرى ونحن نعرف بيشربة المنحة يجب أن تكون منحة الباطلة تسمى أوتوماتيك موي وفعل الموظف كما يتم وأن يطلع معها ٨٠٥ في المنحة من الأشخاص يجب أن يتعلق موضوعي هناك في الجزائر المرأة الماكثة في البدن لا يوجد فكرة لا يوجد منحة أو تشجع في الناس لا يوجد منحة منحة من الناس لا يوجد منحة منحة كبيرة ولكن على الأقل يوجد 200 ألف أو 300 ألف في الأجر تعزوجها والذي لا يوجد 300 ألف أو 200 ألف خاصة في هذه الظروف التي نرى غالق فيها هذه الأفكار التي تعيش شخصية لا يوجد منحة أفكار ونقرأها في التعليقات ومع الأخر كلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة